موسيقى أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حديث خاص أجريه أنا على أدين زعتور من تونس وضيفي هو نائب رئيس حزب حركة النهضة التونسية وأيضا نائب رئيس البرلمان التونسي الأستاذ عبد الفتاح مروا أسأله عن مرحلة ما بعد لحبيب الصيد الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي في تونس وأيضا عن طبيعة المشاورات التي تجرى حاليا في تونس بشأن تكوين حكومة رحدة وطنية وموقف حركة النهضة من هذه المشاورات وشخص رئيس الحكومة القادم أستاذ عبد الفتاح أهلا وسهلا بك مرحبا بكم أهلا وسهلا تحية من خلالكم لسادة المشاهدين الأسبوع الماضي تم سحب الثقة عن رئيس الحكومة وحكومته لحبيب الصيد تمت إقالته في جلسة برلمانية أثرت ضجة إعلامية وسياسية في تونس هل الإقرار بفشل حكومة لحبيب الصيد على لسان نواب أحزاب الأغلبية؟ يعني إقرارا بفشل أحزاب الاعتلاف الحاكم في إدارة الشأن العام حاليا في تونس؟ وفي الحقيقة المبادرة لم تقم على أساس فشل الحكومة القائمة وأنما قامت على أساس تغير المشهد السياسي الذي كان يجتمل على أربعة أحزاب وتطور ليصبح شاملا لتسعة أحزاب مع ثلاث منظمات وطنية ورئيس الجمهورية برر ذلك بهذا المشهد السياسي الذي يقتضي تغيير الأشخاص تغيير الاستراتيجية وضبط أولويات جديدة بعض الذين تدخلوا في البرلمان من نواب الأغلبية أو من نواب الأقلية اغتنموا الفرصة لإدانة أداء هذه التشكيلة وللتصريح علنية بأنها فشلت في الحقيقة هذا موقف سياسي وليس في الحقيقة موقفا قائما على أساس تقييم ونحن نحتاج إلى تقييم لا أقول أن هذه الحكومة قد نجحت ولا أقول إنها فشلت وأنا ما أقول أن المشهد السياسي الذي اقتضى تغييرها الوضع هو الذي فرض ما نحن بصدده اليوم وإذا كان مطلبنا جميعا أن نتحرى الصواب في الطريق والمنهج الذي نريد أن نخططه مستقبلا فذلك يقوم على مجموعة من المعطيات من بينها تقييم لأداء هذه الحكومة ومن لا ينبغي تلافيه من أخطاء وقعت فيها طيب ولكن تصويت أحزاب ونواب أحزاب الأغلبية التي تكون الاتلاف الحاكم أربع أحزاب في تونس ضد هذه الحكومة وضد مواصلتها وهناك تصريحات نارية وصفت في الصحافة في جلسة البرلمان الأخيرة حيث تهمت الحكومة بالتقصير وبالفشل أليس في ذلك اعتراف أيضا بأن هذه الأحزاب الحاكمة فشلت هي الأخرى يعني من يتحمل مسؤولية فشل هذه الحكومة في أداء مهمة؟ هذا يسأل عنه الذين أرادوا إبراز الفشل دون تبريده ودون تقديم معطيات تؤيد هذا الفشل حزب حركة النهضة صوت ضد الحكومة صوت ضد تجديد الثقاح ولكنه لم يقل إن تصويته كان بسبب فشل الحكومة وجل الذين تدخلوا من النهضة ذكروا بأن الذي فرض هذا التغيير وفرض سعب ثقتي هو أن هذه التركيبة لم تعد مواتية للمرحلة القادمة ولكن المبادرة الرئاسية قامت على تقييم للوضع يشترك فيه الفرقاء السياسيين بأن الأوضاع سيئة لا السيد الرئيس عندما قدم مبادرته ذكر بأن الوضع صعب على المستوى السياسي وأن الحكومة لم تقم بواجبها كما يبدو أن الحكومة لم تنجز ما تعهدت بها هذا لا يعني أنه فشل يمكن أن يسمى بطعا بالتنفيذ يمكن أن يبرر بمعطيات أخذت حيزا هو الذي حال دون التنفيذ وأنتم تعلمون أن جزءا من المشكلة التي نعيشها اليوم هي تلك الهجمات التي تمت في سوسا وتمت في باردو وتمت في شارع محمد الخامس والتي لا ظل على الحكومة فيها لأنها لم تحدثها صحيح أن الحكومة مسؤولة على الأمن وأنا لا أدافع للحكومة أقول الحكومة مسؤولة على الأمن لكن جل مخططاتها الاقتصادية تعطل تنفيذها بموجب تلك الهجمات وهو ما استوجب صرف الهمة والمال والاهتمام وليس بسبب الأداء الضعيف للحكومة وزواءها؟ لا هذا وارد أنا أقول هذا وارد شريطة أن ندلل عليه ونثبته فقط يعني أنا نقول ليس من حقنا أن نحكم حكما مجانيا دون مبررات لأن هذا موقف سياسي لكن الموقف الذي نريد أن نتخذه هو الموقف القايم على المعطيات الموضعية وهذا يساعدنا على تجاوز الخلل من يدعي أن أي مسؤول سياسي قادر على الوفاء بكل تعهداته؟ لا يقول ذلك أحد وإنما الذي نقوله هل أن هناك خلل في الأداء؟ هذا نحتاج أن نقيمه هل أن البطعة راجع إلى الخلل في الأداء؟ على جهل الوزير عدم فهمه للمرحلة؟ هذا يقيم وهذا التقييم لم يتم بعد ليس هذا دفاعا عن هذه الوزارة المتخلية وإنما هو وضع الأمر في النصار لكن أنا مع التغيير أنا مع التغيير المرحلة اليوم لم تعد تتحمل ذلك الوضع الذي كنا عليه بالحكومة السابقة لأن الأوليوية الآن تتغير ما هي نقاط الضعف في أداء الحكومة السابقة التي دفعتكم للدفع نحو تغييرها في الأول الحديث رئيس الجمهورية قال ليس بالضرورة يتم تغيير رئيس الحكومة نحن نريد توسيع قاعدة الحكومة وتكوين حكومة وحدة وطنية ولكن تحول بعد ذلك الخطاب السياسي في تونس والتوجه السياسي نحو تغيير لحبيب الصيد وكأنه هو المتهم الأول بالتقصية في الأداء الحكومة من يستطيع أن يمكر؟ أن الوضع الاقتصادي منذر بالخطر وأن الدلائل الظاهرة أمامنا تفرض علينا أن نحزم أمتعتنا نحو الإصلاح الآن الدينار ينحدر مستواه التصدير يكاد يكون قد توقف الحاجيات المتفاقمة لترميم الوضع الاجتماعي تفرض مالا وهذا غير متوفر الآن مد أيدينا إلى البنوك العالمية للاقتراض هذا مسألة تستوجب التوقف عندها لأنها أمر خطير هذه المؤشرات على أن نعيش أزمة وأن هذه الأزمة تتفاقم وهذا لا يمكن أن يغطيه أحد ونقر به والمطلوب من الوزارة القادمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع وأن تقدم ما من شأنه أن يحول دون تفاقمه ودون استمراره ولذلك قضية الاختيار للوزير الجديد هي القضية الأهم اليوم ليست قضية تقييم الماضي وأنما فهموا المستقبل على ضوء خلل الماضي سنتحدث عن شخصية رئيس الحكومة الجديد ولكن أداء الحكومة القديمة ألا تتحمل الأحزاب المكونة لأتلاف الحاكم جزء من المسؤولية لأنها لم توفر الدعم السياسي لرئيس الحكومة السابق لحبيب الصيد أو المباشر إلى حد الألم هذا صحيح الرجل اشتكى ذلك علنا في البرلمان وقال لم أجد دعما سياسيا هذا صحيح ولكن هذا هو من مستتبعاتي أو من بعض مستتبعاتي الخيار عند منطلقي لأن الخيار في المرة الأولى كان على رئيس حكومة تقنقرات وليس منتميا إلى حزب هذه نتائج ذلك الاختيار المنطلق خاطئ المنطلق خاطئ ولذلك كانت النتيجة كما ترى ولذلك نحن اليوم مع تغيير الاختيار والدعوة إلى أن يكون رئيس الحكومة منتميا إلى حزب أن يكون سياسيا أن يكون عارفا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي يعني فنيا فاهما مدركا لكن أن يكون أساسا منطلقا من أسرة سياسية تدعمه وهو يستشيرها من نداء تونس لا مانع أن يكون من نداء تونس لا مانع أن يكون من نداء تونس ونحن نحبذ أن يكون من نداء تونس نحن نحبذ ذلك لأن نداء تونس حزب قوي ولأن نداء تونس هو في صورة الإنجاز ونحن معه في ذلك رغم المشاكل الداخلية في نداء تونس التي تعصف بالحزب وأثرت بشكل كبير حسب المراقبين يعني على أداء الحكومة الحالية أن الذي يساعد هذا الحزب على ترميمه داخله أن يكون مجتمعا أفراده وقياداته حول مشروع ينفذه هذا يساعد على تلف الخلد لأنه عندما ينعدم المشروع الجامع تصبح القضية قضايا هامشية وهذا يساعد النهضة أيضا على أساس أنه هناك على الأقل طرف حزب محدد يتحمل مسؤولية النجاح والأخفاء الذي يساعدنا أن تكون الأحزاب المترسمة للإنجاز أحزابا قوية ومتماسكة لذلك من مصلحة النهضة أن يكون النداء قويا ولماذا لم تكن هذه الأحزاب متماسكة خلال الفترة السابقة أين كان الخلق؟ هذا وضع إنشائها وإنجازها أنت عارف أن هذه الأحزاب جميعا نشأت بعد الثورة يا أستاذ وهذه الأحزاب التي تنسأ أنا أتحدث عن فترة الحكم بعد الانتخابات هذه الأحزاب التي نتحدث عنها التي من بينها النهضة النهضة كانت حزبا لم تكن حزبا قبل الثورة كانت مجموعة دعوية تحولت لحزبا بعد الثورة فهي تعتبر حزبا مستجدا بهذا المفهوم النداء أحدثها بعد الثورة بأمد طويل هذه الأحزاب التي تنشأ بهذا الشكل هي تحتاج إلى وقت لتترسم طريقها لتسن مخططاتها لتضبط حدودها وقواعد عملها أن تكسب ذاتيتها ولذلك أنا كنت من الذين كانوا ضد تغيير نمط الحكم في البلد والانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني وعللت ذلك منذ أربعة أو خمس عوام بأن النظام البرلماني لا ينجح إلا إذا قام على أحزاب ذات تقاليد قوية حاليا هناك انتقادات لطبيعة النظام في تونس هل هذا تمهيد لتوجه نحو تغيير وإعادته نحو النظام الرئاسي؟ هو الرغبة في الفهم فقط هو هذا الانتقاد يا ليته استمع إليه في إبانه أما الآن وقد وقع ما وقع أنا لا أدو إلى تغيير المستوى هنا الخلل الخلل في أننا اخترنا نظاما برلمانيا في بلدنا تتكون فيه تقاليد حزبية النظام البرلماني هو القائم على حكم الأحزاب إذا حكمت حزبا هو بصدد التكوين لم يسن بعده طريقه ولم يأخذ بعده عن بقية الأحزاب لم تتشكل ذاتيته فأنت تجازفه والدليل على ذلك أن هذا الحزب وذاك الحزب كلا الحزبين هو يرتبك اليوم داخلي حتى أنا حزب النظر الحزب النظر إلى حد الآن لم تتحدد ملامح برنامجه التفصيلية فكان خطأا أن نختار هذا النظام ما دمنا قد اخترنا طيب إذا كان خطأ لماذا لا يتم إصلاح الخطأ ويتم تعديل الدستور يا أستاذ الوقت يتابعنا وقضية هذه التغييرات هي تأخذ جزءا من جهدنا وطاقتنا وعقلنا نستطيع أن نرمم ذلك نستطيع أن نرممه بالمؤسسات التي تساعد الأحزاب المجتمع المدني المؤسسات الدستورية التي تقام في البلد هذه كلها تساعد على تمتين الحكم وتقويته وإبراز دولة متماسكة المؤسسات هذا المطلوب نحن اليوم بصدد وضع نظام يحفظ للدولة هيبتها يعني يحفظ للدولة تماسكها وقدرتها على أن تتفاعل في داخلها بما يشعر المواطن بأن هناك من يحميه يحميه أمنيا يحمي خياراته يساعده على أن ينجز يساعده على أن يستثمر لا يستثمر مكانه ولكن يساعده على ذلك يعني تصدر رئيس الباجي قيد السبسي للمشهد من جديد بمبادرته الرئاسية ألا يحين إلى يعني على مستوى الواقع والمماثة نعم إلى التوجه نحو النظام الرئاسي من جديد في تونس يعني أرئيس الآن هو صاحب السلطة الأولى يعني عمليا نعم على كل حال إذا كان النظام لم ينص في دستوره على أن الأولوية لرئيس الجمهورية في الاختيارات الهامة لكن عند الأزمات رئيس الجمهورية ظهام لوحدة الوطن ولسيادته وعلى هي أن يتحرك وهو الآن لا يتحرك وحده يتحرك مع المنظمات مع الأحزاب ولم يرغي دور هذه الأحزاب التحقت مراكب فيما بعد على كل حال هي استجابت للطلب وهو يعمل معها وهذا شكل طيب من التعاون من الأطراف السياسية المختلفة الأحزاب المعنية المنظمات الوطنية ورئيس الجمهورية كلهم منظمون هذا مشروعا واحد فهذه قضية تبشر بخير خيب فاصل قصير ومشاهدين الأعزاب نواصل هذا اللقاء مع سيد عبد الفتاح مرونة برئيس حركة النهضة التونسية ابقوا معنا أهلا بكم جديد مشاهدين الأعزاب في متابعة لهذا الحديث الخاص مع سيد عبد الفتاح مرونة نائب رئيس حركة النهضة التونسية ونائب رئيس البرلمان التونسي سيد عبد الفتاح كنا نتحدث عن المبادرة رئاسية الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية هل يمكن حقيقة تكوين حكومة وحدة وطنية في تونس يعني هذه المبادرة رقم 5-6-10 بعد الثواء ولا واحدة منها تحققت اليوم هناك عصى صحرية لتحقيق هذه الفكرة هذه أول مبادرة تحدث بهذا العلوان الأمر الثاني قبل في النهضة في عهد التونسية دعوتم إلى حكومة وحدة وطنية لكن لن تتوفر أسباب ولن نتوفر الشعور من الأطراف السياسية بخطورة الوضع اليوم تغيى اليوم فما هناك شعور الجميع يضع يده على قلبه وهو يخشى من تفاقم الأمر والوضعية بدأت تنذر بالخطر ولذلك أتصور أن المحفزات موجودة المحفز هو الشعور بالخطر والناس يجتمعون عندما يرون خطرا داهم ينضمون إلى بعضهم ليدافع عن واقعهم فنحن اليوم نحتاج أن ينضم بعضنا إلى بعض أن نترك جانبا هذه الخلافات السياسوية الخلافات الحزبوية نتركها جانبا هناك قضية تجمعنا اليوم كيف يمكن أن ننقذ بلدنا يعني يحتاج رئيس الحكومة القادم أن يبرز لنا من بين السبعين ملفا الموضوع على مكتبه ثلاث ملفات وهي؟ ذات أولوية ذات أولوية هذا اليوم ارجع الأمن والاطمئنان في البلد هذا يساعد على الاستثمار ويساعد على العمل الهادر العمر الثاني هي إيجاد حلول سريعة للتشغيل في اتجاه الاستثمار وإشاعة النمو المتوازي في كل أطراف البلد هذه ثلاثة ملفات نحتاج اليوم أن نأخذ هذه الملفات الثلاث وأن يعرف السيد رئيس الحكومة عن كون منهجه هو كذا أن يشغل كم نفرا في كم مدة ليحقق بذلك شكلا من أشكال النمو الاقتصادي في البلد طيب ولكن المبادرة الرئاسية الحالية هناك من يقول أنها عطلت سير دوالي بالدولة وعطلت الإدارة الحبيب الصيد نفسه في خطابه الأخير أمام البرلمان أشار ولمح إلى ذلك المبادرة تم إطلاقها في بداية شهر يونيو الآن بعد شهرين وهناك مشاورات الآن قد تستمر إلى شهر ونصف تقريبا أيضا ليس في ذلك تعطيل أيضا يا سيد كريم إذا كنت أقود شيارة بالطريق وحدث خلل فيها وأنا موعود على موعد يجب أن ألحق به في وقت محدد وتوقفته لإصلاح العطب الذي أصاب سيارتي صحيح أني سأتخلف عن موعدين لكن أنا ضمنت الوصول نحن نحتاج أن نضمن الوصول أن هناك ضمنات للوصول إلى براء الأمان ينبغي أن نضمن الوصول ووصلنا إلى غير ما نريد رئيس الحكومة القادمة ما هي مواصفاته؟ من هو رئيس الحكومة؟ يعني لا أسأل عن الاسم بالضبط لأن المشاورات متواصلة ولكن ما هي مواصفات رئيس الحكومة القادمة التي ترضى عنها حركة النهضة أساسا؟ نحن نرضى عن كل شخص يعمل من منطلق وطني وهذا متوفر في العديدين أن يكون على وعي بالمشاكل الهام للبلد أن يكون وراءه تأييد من حزبه وقبول به من الطيف السياسي الذي يشكل هذا الائتلاف الوطني بدون هذه الشروط لا يمكن أن ينجح لا نريد أن يفرض شخص على الجميع ونما يحوز أغلبية من الرضا من الذين يشتغلون العديد السياسي وليكون وراءه أمران إثنان تأييد سياسي ومجموعة من الفنيين والتقنيين العارفين مشاكل بلد الذين يسخرهم لحل إشكالاتهم هناك فيتو على صفات بعينها أيضا؟ أن يأتي أنا متجبر أو يأتي أنا جاهل أو يأتي أنا عديم التجريمة فهذا لا نرضى به أن يأتي شخصية عملت مع النظام القديم مثلا؟ أنا أقول هذا يتوقف على القبول به من الأطراف الموجودة النهضة طرف بارد وقوي النهضة لم تخالف ما يتفق عليه بقية الأطراف ولن تنفرد برأي لأن رغبتها أن تكون في الصف لموجودها في الصف يساعد على الإنجاز النهضة ستقبل بمن يعطيها جزءاً يوازي أو يساوي حجمها الحقيقي في المشهد السياسي في البرلماند؟ يعني تركيبة الحكومة الجديدة ستكون حسب الأحجام الانتخابية؟ النهضة لا تساوم بمناسبة قرية وطنية هذا ما قال زعيم النهضة رشد الغنوش هذا طلب لكن ليس للمساومة نحن لا نساوم الآن نحن نقول لنجاح هذا المختار لرئاسة الحكومة يجب أن ينضم إليه الطيف السياسي الذي راضي به وأن يكون الجميع معنيين بالإنجاز لا يمكن أن أكون معنياً بالإنجاز وأنا خارج الفريق الحكومي هل تقبلون بوزارة وحيدة مثل الوضع الحالة؟ يا سيدي أنا أقبل بما يمكنني أن أنجز فيه لصالح وطن أنا أريد أن تكون مشاركة إيجابية هذا كلام سنترجم نحن نراضينا في وقت موقعات بوزير واحد ولكن الوضع هناك قيادة برزة في النهضة منها رئيس الحركة رشد الغنوشي منذ يومين قال بوضوح أنه على الحكومة الجديدة أن تراعي الأوزان الانتخابية في البلد هذا اللبأس به إذا وقعت مراعاته والتذكير به ضروري وهو من المنطق وهو من العمر الطبيعي أن أكون معك مسؤولا عن الإنجاز بالقدر الذي أمثله في وزني هذا أمر طبيعي عادي ونحن نطلب أن يطبق الأمر العادي ما الذي تهيأ الآن؟ ماذا قبلتم سابقا بوزير واحد بحقيبة واحدة واليوم تطالبون بأكثر وهذا يعني يتمشى مع وزن لأن المرة السابقة كان رئيس الحكومة تكنوكراتا اليوم رئيس الحكومة من الحزب الحاكم من حزب النداء لكن رئيس الجمهورية قال أنه ممكن يكون قريب من النداء وليس من النداء على كل حال سيحظى بتأييد النداء ونحن نرغب أن يكون من النداء ما الذي يمنع أن يكون من النداء؟ ستطالبون بوزارات سيادية؟ نحن سنطالب الوزارات التي يتاح لنا الإنجاز فيها والقضية قضية فيها وجهان ليس وجه التصدر يقتضي الإنجاز أنا لا أذهب هناك لأتصدر وأنا مطالب بعد ذلك بتقديم نتيجة عملي يعني نحن ستطالبون بموقع متقدم في الحكومة سنطالب بالموقع الذي يؤهلنا قدراتنا ومكانياتنا على الإنجاز فيه هل تعتقد أن بقية الأطراف سترضى بذلك؟ إذا كنا مجتمعين على مشروع واحد ولا ننكر تركيبة البرلمان الحالية ونرضى بها لأنها ناتجة عن اختيار شفاف الذي يريد أن يلغي ذلك كأنه لا يفهم العمل السياسي كأنه يريد أن يتعسف نحن لم نريد أن نوزن بأكثر من وزنا والقضية هذه لا تشغلنا بقدر ما يشغلنا من إنجاز لصالح الوطن أن نكون نحن معنين به وحاضرين فيه ومساهمين فيه فهذا واجبنا وهذا حقنا الحكومة الجديدة إلى جانب الأحزاب الأربعة التي كونت الأتلاف الحاكم الحالي من سيشارك فيها يعني من أحزاب أخر الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاش وثيقة قرطاش تتضمن تسع أحزاب ثلاثة منظمات ليس بالضرورة أن تكون كلها ممثلة أن تكون جميعها مشاركة في الاختيار فهذا عمر ضروري ولكن هذا يعني أن تكون كلها ممثلة لكن لا يعني المشاركة بالاختيار لا تعني أن تكون ممثلا لأن هذا يضيق مجال تطبيقه من حيث الواقع لا تجدوا عندك تسعة أحزاب وثلاثة يعني سنجد حكومة بأبع أحزاب بالأتلاف الحاكم لا ربما أكثر ربما أكثر ونسميها حكومة أحدة وطنية فقط لأنها مؤيدة من تسعة أحزاب يعني حكومة تحظى بتأييد هذه الحزمة من الأحزاب والمنظمات الأحزاب يعني أنتم كأحزاب مشاركة في الحكم حاليا قابلون بشعوط مرضمات مثل اتحاد الشغل مثلا اتحاد شغل اتحاد وطني وهو يدرك فضاعة الوضع الاقتصادي الذي سيؤثر على العام ولكن لا يتنازل عن حقوقه كما يسميها من طلب أنه يتنازل عن حقوقه نحن نعمل مع الاتحاد لبيان الأولويات الذي يقتضيها وضعنا والاتحاد يدرك أن هناك أولويات يجب احترامها وهناك اتفاق بهذا الشأن لا هناك منطلق ما نعلمه من الاتحاد منذ نشأته سنة 46 إلى الآن أنه يقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية وهذا أنسناه فيه ونرغب في أن يكون حاضرا في الاختيار وأن يكون الرضا صادر منه كما وصادر من غيره في أي اختيار يحصل معي الضمانات يعني حتى لا تفشل تنسيقية الأحزاب الحاكمة الجديدة في العمل المشترك فيما بينها كما فشلت في الفترة السابقة ما هي الضمانة؟ أن تلتف الأحزاب حول الأشخاص الذين يقعوا تعيينهم في هذه المناصب الأحزاب دولها ليس أن ينهش بعضها بعضا ولا أن تشتغل بخلافات داخلية وإنما أن تسوق لسياسة الحكومة التي تمثلها وأن تبررها لدى المواطن وتحرك المواطن لخدمتها نحن نحتاج هذه الرابطة بين الحكومة والشعب نحن نشهد أن كم سينتظر هذا الشعب سيد عبد الفتاح الشعب يطالب لأنه تعود على المطالبة الأحزاب الأحزاب يجب أن تغير سلوكه وتقدم له أن الطبيعة العملي بعد الثورة ليس في المطالبة أو أنها في المساهمة نحن نرغب في شعب مساهم لا في شعب مطالب كيف يتحول هذا الشعب إلى مساهم بالأحزاب السياسية وبالمجتمع المدني هو الذي يقنع الحزب يقنع الشعب بدوره الجديد هذا مسؤولية الأحزاب بشكل خاص ولكن الخلافات داخل الأحزاب وخاصة داخل الحزب الفائز بالانتخابات ندى تونس خلافاته لم تنتهي بعد يعني ألن تؤثر على المرحلة القادمة مجددا هذا الحزب يقوده ناس المدركون والذين أطيرونه فاهمون بأن استمرار الخلافي يذهب بالريح والقوة ولذلك الخلافات لا يمكن أن تنقاطع في أي حزب لكن لا ترتقي إلى مستوى تحطيم الصقف الذي يجمع الناس جميعا والنداء يعلم ذلك ولسنا في وضع أن نعلمه ذلك هو يعلمه المرحلة القادمة مرحلة صعبة هناك إجماع هناك اتفاق على ذلك هل هناك ما يكفي من الوعي لدى النخب السياسية في تونس على تخطي هذه الصعوبات حسب ما تتابعه وما تعيشه أنت في موقع متقدر في منظومة الحكم في تونس نعم ليست هذه الصعوبة الأولى التي نجابهها منذ الثورة جابهنا صعوبات متعددة وهذه الصعوبات تخطيناها بسبب مستوى الوعي الذي تتمتع به الطبقة السياسية ولا أتصور أن هذا الوعي قد تدنى أو تغطى أو بعد عن الفهم والإدراك حتى نصم هذه الطبقة بكونها تخلت عن مبادئها الكثيرون يقولون أن تونس ستغرق في مشاكل اقتصادية الذين يتمنون لنا ذلك نقول لهم أفيقوا إلى الآن نحن لم نغرق ولا نترك بلدنا يغرق لسنا مثالا لغيرنا لكن نقول ما حولنا يجعلنا نطمئنه إلى أننا قادرون على أن ننجس شيئا لوطننا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الفتاح مورو نأب رئيس حركة النهضة ونأب رئيس البرلمان التونسي مشاهدين الأعزاء إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحديث الخاص إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة